أما فيما يخص نادي الزمالك فمصدر في نادي الزمالك قال لنا إنه كان فيه نقاشات عديدة حول مصير جوزي جوميز حال الخروج من الكونفيدرالية قبل موجود دريمز غدا إن شاء الله بس عشان فيه مجلس إدارة محترم في نادي الزمالك دلوقتي وحب يقفل للحكاية ديت ومحدش يتكلم ومحدش يؤون ومحدش يعيد فمجلس إدارة نادي الزمالك قرر الإبقاء على جوزي جوميز بغض النظر عن نتيجة مباراة دريمز غدا وبإذن الله الزمالك يصعد للمباراة إنها مباراة أنا دايما بقول إنها مباراة سهلة حتى لو في غانا إن شاء الله بس الظروف الظروف تبقى طبيعية بإذن الله تبقى الظروف بس طبيعية كابتل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب إنه الفريق يقدي أفضل مستوى ويقدي شغل كويس فيه مباراة دريمز ويكسبه إن شاء الله وبالله جوزي جوميز إنه هو ما فيش أي مشكلة وإنه الراجل مستمر مع الفريق خبر آخر شكبالة تعرض لإصابة في العضل الأممية شد في العضل الأممية في تدريب الأمس وطلع برى المران وغالبا مش هيبقى موجود أو أكيد يعني مش هيبقى موجود في مباراة الغد مباراة دريمز الغانية ترجمة نانسي قنقر